طالما أن مشروعها في فوضى الشرق الأوسط مستمر وأن العراق نقطة ارتكازه الأساسية فلن تغادره أو ترفع يدها عن مسرحه السياسي حتى ولو مضى على احتلالها له عشرون عاماً أو يزيد أمريكا وفي ظل إعادة الحديث عن بقاء جنودها في العراق أو رحيلهم عنه تثير التساؤلات والتكهنات مجدداً عندما زجت بقوات إضافية في العراق وشهدت القواعد التي تحتلها في عين الأسد في الأنبار حراكاً عسكرياً يشمل العربات القتالية والطائرات ويأتي هذا الحدث تزامناً مع حراك دبلوماسي مكثف قامت به السفيرة الأمريكية في بغداد إلينا رومانيسكي ولقائها مسؤولين وقادة أحزاب للتباحث بملف التعاون الأمني والعسكري وفيما يبدو التحرك الأمريكي العسكري رسالة تأكيد على بقاء جنودها في العراق كثرت التساؤلات حول سبب هذا الحراك وتداعياته على الصراع مع إيران أو تأثيره على المشهد السياسي حتى أن بعض المتابعين رأوا أن واشنطن تريد أن توحي للعراقيين بأنها يمكن أن تلعب دور المخلص لهم من فساد الأحزاب وسطوة الميليشيات وكذلك إزالة الكابوس الإيراني عن صدورهم لكن الذي يعي السياسة الأمريكية يدرك أنها منذ أيام الاحتلال الأولى كانت تمثل دور رسول الديمقراطية للعراقيين ولم تتوقف يوما عن إظهار امتعاضها من المشروع الإيراني وفي النهاية لا توجد نتائج ولو كانت هناك نية أمريكية للقضاء على ميليشيات إيران وإزالة العملية السياسية لتم ذلك في عهد دونالد ترامب الذي كان يظهر عداءه الشديد للمشروع الإيراني الحراك العسكري الأمريكي في العراق متعلق بالظروف والمتغيرات المحلية والإقليمية ومنطلق من سياسة ثابتة تتمحور حول مصالح واشنطن التي لا يمكن أن تلتقي مع مصلحة الشعب العراقي بأي شكل من الأشكال بينما يقول الناشطون العراقيون إن إشاعة مثل هذه الأخبار في مواقع التواصل الاجتماعي عن تحركات عسكرية أمريكية تأتي في سياق تخدير الشعب العراقي وإيهامه أن التغيير سيقوم به الأمريكيون وهو وهم عمره عدة سنوات